السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب البكالوريا الكرام في فيديو جديد من دروس الوحدة المتمثلة في المناعة تطرقنا في الفداية في المناعة إلى الجزء الأول الذات واللذات تطرقنا فيها إلى مجموعة من الدروس وكملناها وتكلمنا عليها بالتفصيل ثم بعد ذلك تطرقنا إلى الجزء الثاني من المناعة والمتمثل في الاستجابة المناعية النوعية بمختلف نوعيها اللي هي الاستجابة الخلطية والخلوية بكل دروسها الآن نمر إلى الجزء الثالث والمتمثل في الفيروسات الآن سنمر إلى ماذا الجزء الثالث والمتمثل في الفيروسات حيث أننا في الفيروسات سنتطرق إلى بنية فيروس الفياش ثم بعد ذلك سنتطرق إلى الخلايا المستهدفة من طرف الفياش وشين الخلايا التي يهاجمها فيروس الفياش ثم بعد ذلك سنتكلم على مراحل تطور فيروس الفياش داخل الخلايا اللي هي رانا راح نعرفه قبل الخلايا المستهدبة من طرف الفياش كنا نعرف الخلايا رانا راح نعرفه ما هي مراحل تطور الفياش داخل خلايا هذه ثم بعد ذلك سنتكلم على مراحل تطور الإصابة بفيروس الفياش صح قبل أن نتطرق إلى بنية فيروس الفياش لازم نحكو عن الفيروسات الفيروسات نسبة 95% بالنسبة لشعبة علوم التجربية ما ديهمش الفيروسات مش معناة الفيروسات اتطيح ب 95% بالنسبة لشعبة علوم التجربية لحد الان مزل مجاتش ولكن يمكن جدا أن هذا العام تكون واردة الآن نمر إلى بنية فيروس البياش أول حاجة قبلنا نتكلمه على بنية فيروس البياش هذا مرض فقدان المناعة المكتسبة وهو الصيدة سمع له Isidat هذا مرض Isidat ما هو سببه ما هو سببه ما هو سببه السبب هو وش هو فيروس السبب où هو فيروس 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 الكيون يجب أن نتحدث عن مستدرة يجب أن نتحدث عن بني depress sabes كيف تدير هذا الكيون سأعطيكم أسهل طريقة باش نشوفو بيها بنية فيروس الديو راح قادر يقول لك ارسمني بنية فيروس الفياش وقادر يقول لك يعطي لك بنية فيروس الفياش ويقول لك اكتب البيانات صح اسهل طريقة باش نرسمو الفياش اول حاجة نرسمو حلقتين هادي حلقة سمعلي يمليح هادي حلقة وفوقها ايضا ديروا حلقة اخرى هادي حلقة ثانية صح ثم بعد ذلك ش نديرو هذا بالنسبة الى البونية فيروس الفياش ثم بعد ذلك نرسمو حلقتين اول حاجة نرسمو حلقتين ثم بعد ذلك نرسم كريات ملونة هادي كريات ملونة نديرو كرية اخرى هنا ونزيدو كرية اخرى هنا نديرو نفس المسافة بين هذه الكريات نديرو نفس المسافة نحاولو نديرو نفس المسافة صح نرسم كوريات فوق الحلقة الأولى الحلقة الأولى نضر فيها كريات من هذا الشكل وفي كل كرية نقل بها هنا وها tiverاء? نضيف هاد الشكل من الحلقة الأولى نضيفه على هاد الدوائر صح نديرو هذا الشكل نديروه على هذه الدوائر بين الحلقتين ثم بعد ذلك نديرو أيضا كرية أخرى ولكن هذه الحلقة تولي على شكل دوائر بهذا الشكل نديروها على شكل واش نديرو حلقة على شكل كريات حلقة على شكل كريات مثل هذا الشكل صح نكمل الحلقة هذه على شكل كريات صغيرة ثم نضيف بريد البنز نضيف الشكل الربعي هذا الشكل هذا الشكل وانو فوق القائم هذا الشكل ايضا ببلغ وفوق فوق tech نضيف الشكل ذلك صح اول حاجة نرسمه نرسمه حلقتين حلقتين وبعد نديروا هذه الكوريات اللي هي باللون الاحمر واللونها لهي نخلوا مسافات متساوية بين هذه الكورات ثم بعد ذلك نديروا هذه اللي رهها باللون الازرق اللي هي بين الحلقتين في الكورة وبين الحلقتين في الكورة وبين الحلقتين ثم بعد ذلك نديروا حلقة اخرى فيها على شكل حبيبات ثم بعد ذلك نديروا هذا الشكل الرباعي هذا بالنسبة الى بنيت فيروس الفياش مزال مزال ما كمناش بنيت فيروس الفياش صح ونرح نزيد ونديروا خط اخر هكذا ونرح نديروا خط اخر هكذا صح وتولي عدنا واش تولي عدنا كورية عدنا كورية في هذا الخط وعدنا كورية في هذا الخط صح وعدنا كورية أخرى عدنا كورية أخرى حرة عدنا كورية واشة أخرى حرة هذا هو يمثل واشة هذا يمثل بنية فيروس الفياش هذا يمثل بنية فيروس الفياش نرسمه حلقتين ونديروا كوريات اللي هي عدها نفس المسافة بين الكورية هذه وهذه 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 ونديروا هذا اللي يراها باللون الأزرق اللي هي تفصيل بين الحلقة والحلقة ومتوضعة على هذه الكوريات ثم بعد ذلك نديروا كورية نديرو حلقة ثالثة اللي تكون على شكل حبيبات ثم نديرو هذا الشكل الرباعي ثم نديرو خطين اللي هما باللون الأخضر نديرو نقطة في الخط هذا خط ونقطة هنا وخط حبيبة هذي بالإضافة إلى حبيبة حر هذا هو بنية فيروس الفياش ولكن لازم نكتبو البيانات لازم نكتبو واشة بنية نكتبو البيانات عندك هذي الكورة سيف crafts واش تسمى هذي هذي الكورة هي عبارة عن جزيه غليكو هي عبارة عن غليكو بروتين 1 100. 200. هل نديره غليكوبروتين 120 لازم الرقم نعم الرقم مهم جي بي 120 صح. الله هو بللي هنا يسمع لي يمليع بين هذه الزرقة و هذه الزرقة و هي ما هي حاجة يتفصل بين ينتهم تفصل بين ينتهم وش عندك طبقات من الفوسفوليبيدا نتكلم عليها. الطبقات من الفوسفوليبيد هذي هنا يوش كاين كاين طبقات من الفوسفوليبيدا. هاذي يج تسمى هذي وهبه ماذا تسمى؟ تسمى طبقة فوسفوليبيدية. هذه تمثل طبقة فوسفو ليبيدية. هذه تمثل طبقة فوسفوليبيدية. صح. وعندك هذه الل хорош هذه اللي باللون الأزرق وجه which تمثل؟ هذه اللي بتلون أجرق وجه تسمى؟ هذه وجه تسمى أيضا هذا غليكوبروتين يسمى غليكوبروتين ضمني جي بي ولكن أيضا عنده تسمية وهي جي بي واحدة واربعين صح؟ عندك هذه الحلقة مختلف حبيبات. ermee بمثالة بروتينية. محفظة خارجية. بما قاعدنا مع محفظة بروتينية خارجية هذا الشكل رباعي فيها حبيبات محفظة بروتينية بروتينية الخارجية ما يسمى بروتين تسمى بي بي تسمى بي 17 اما بالنسبة الى المحفظة البروتينية الداخلية ما يسمى بي 24 25 سيبون سيبون داخل المحفظة البروتينية ما لدينا لدينا هذه الخطة باللون الأخضر ما يمثل اللىقة للغاية فيروسي estos chicks هذه البروتين من الأزرق آيا المرتبطط بهذا الآريعد ماذا تسمى بإنزيم النسخ العكسي وهذه الكرية الحرة الموجودة داخل محفظة البروتينية الداخلية بماذا تسمها تسمى بإنزيم الدمش هذا ماذا يمثل رسم تخطيطي لبنية فيروس الفياش أول حاجة باش تكلمنا عليها ركش فيها رسم معقد تقول لي أستاذ هذه الجي بي 120 بي 17 بي 24 بي 25 تسميات غريبة تسميات شوي سعيبة ولكن مع الوقت رأنا راح نتأقلمه مع هذا الشكل يعني راح قادر يصادفنا في التمرين قادر يقول لك أرسم لي بنية فيروس الفياش وقادر يعطيه لك مثلا في التمرين استرجاع المعارف يعطيك بنية فيروس الفياش ويقول لك أكمل هذه البيانات إذا لكم طريقة سهلة باش ترسموا فيروس الفياش إلا هنا ولو انتهينا من بنية فيروس الفياش ما تنساش باش تشترك في القناة واتفع على في الجرس تنبيهاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته